أهلا بكم الناس لكم ما زلنا في متابعة لتطورة وفاة السياسي ورجل أعمال البحرجلاسي والأسباب المشهولة والغامضة وما تابعها من جدل كبير أن الوفاة مسترابة تصرحات جديدة لمحامي الفقيد البحرجلاسي وكذلك التقرير النهائي للتب الشرحي يحسم الجدل ويدلي بتصرحات مثيرة للجدل لكن وقبل ما نبدأ في التفاصيل وباش تتابعوا جديد معنا ما تنسيش دعمكم لينا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو القادم المحامي مونير البكوش محامي الفقيد البحرجلاسي نفى أن تكون وفاة البحرجلاسي مسترابة كما الدولوها العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ خبر الوفاة وأكد اللي هي وفاة طبيعية وقال محامي عائل تجلاسي في تدوين انشرها اليوم عبر صفحة الرسمية فيسبوك أن تقرير الطب الشرعي أكد أن وفاة البحرجلاسي ناجمة عن جلطة دموية بعد ارتفاع ضغط الدم من 17 إلى 30 من جراء مفعول سخونة المياه في الحمام وجاء توضيح المحامي الذي تواجه به لرأي العام ردا على رواية متداولة يوم السبت بخصوص أسباب الوفاة التي وصفت بالغامضة هذه التصريحات أثارت جدل واسع وشفنا برشا ردود أفعال اللي شككت في هذه الرواية بما أنه ثم تضارب في الرواية بين رواية التب الشرعي اللي انسب أسباب الوفاة إلى إصابة البحرجلاسي بفيروس كورونا وبين رواية محامي اللي قال سبب الوفاة ناجم عن جلطة دموية اللي يرحم البحرجلاسي ما زلنا في متابعة للموضوع وسنوافقكم بالجديد